توقفنا المرة السابقة عند ال WDM System K Technologies و قلنا نهيه Source و Receiver و Optical Multiplexer و Optical Amplifier و Supervisory Channel و Coding Technology النهاردة نستكمل إن شاء الله Requirement المطلوبة في Optical Source طبعا Optical Source هو زي ما اكلمنا في المحادرات السابقة الأولى هو هنا Laser Diet Laser Diet في خاصيتين مهمتان جدا ولابد أن تتوافر فيها تاني الخاصيتين الخاصية الأولى إن يكون ليه Dispersion Tolerance عالي بمعنى إحنا قلنا فيه Chromatic Dispersion يعني السيستم يقدر يسبان يمشي مسافة From A to Z بدون ما يحتاج Dispersion Compensation Module أو Dispersion Compensation Fiber أو Dispersion Compensation Unit حسب المسمى الذي يسمى به وحسب المصنع الذي يقوم بتصنيع هذه الوحدة مثلاً هناك أنظمة Dispersion Tolerance بتاعها 4000 أنظمة تانية Dispersion Tolerance 8000 أنظمة تالتة Dispersion Tolerance فيها 40 ألف أنظمة أخرى 12 ألف إحنا عارفين إن الكل كيلومتر فيه 17 في Chromatic Dispersion في Standard Single Standard Single Mode Fiber اللي هو G652 اللي اتكلمنا عليه سابقاً إذن لو أنا أسمت الأربع ألاف على 17 هيطلع عندي مسافة تقريباً 230 أو 235 كيلومتر المسافة المتين 235 معناها إن السيستم بتاعي حتى لو بيمر من Add Drop Add Drop Multiplexer EDM إلى Optical Line Amplifier إلى Add Drop Multiplexer مرة تانية لابد إن المسافة دية لا تزيد عن 235 كيلومتر وإذا زادت المسافة عن 235 كيلومتر لازم أعوض ال Dispersion أو ال Dispersion اللي زايد عندي ب Dispersion Compensation Unit Dispersion Compensation Module أو Dispersion Compensation Fiber بداخلها الفايبر تمام؟ أو أخياناً بتتعمل ببراك جريتنج وصيركيوليتر وإيزوليتر المهم إن كل ما يكون ال Dispersion Tolerance أكبر كل ما يكون السورس أفضل كل ما السورس يمشي مسافات أكبر أو الليزر يمشي مسافات أكبر دون الإحتياج إلى أجهزة زيادة ولازم نعرف إن ال Dispersion Compensation Module هو آه هيشل لي ال Dispersion ولكن هيزود لي الاتنواشن هو مازال Fiber بيتم إدخاله معايا داخل اللينك وبيكبر إيه اللي كلمنا عليها سابقاً اللينك بودجت وللزوملاء اللي سألوا في الديزاين لو أنا بعمل ديزاين لازم أحط Dispersion Compensation Module متناسب مع المسافة وأيضاً ال Dispersion Compensation Module الانسيرشن لص اللي هو بيعمله لازم يؤخذ في الحسبان ويعوض بمكبرات ضوئية زي ال EDFA الادفا هنتكلم عليها برضو تاني والرامن أمبلفير الذي يعتمد على الخاصية اللي كلمنا عليها المرة اللي فاتت اللي هي ال Spontaneous Raman Scattering SRS الجزئية التانية اللي هي الايه ال Standard معلش نحاول نشيل الأشكال اللي اتحطت الجزئية التانية لازم يكون ال Wave Length Stable Stable بمعنى أن ما ينفعشي أنا Wave Length عندي تكون متغيرة أنا عندي Wave Length بهذا الشكل دي لمضة التردد بتاعها 192.1 من 10 تير هيرتز ما ينفعشي بعد شوية تبقى 192.10 تير هيرتز ده دي لمضة واحد وده لمضة اتنين كده هيحصل بينهم ايه؟ يحصل بينهم تداخل Interference طيب ايه اللي ممكن يؤثر على ال Wave Length جودة Laser Diode Laser Diode لازم نعرف انه هو زي ما قلنا قبل كده زمان في كافتي في الوسط الكافتي دي مسؤولة عن ايه؟ مسؤولة عن تحديد ويف لينث هل بنكتافي بالكافتي؟ لا ده فيه انواع تانية من الليزر فيه Quantum Laser فيه Distributed Laser فيه Break Rating Laser لازم نعرف ان الليزر فيه منه انواع بتديني Frequency أدق ولازم نعرف ان الليزر دي نفسه لكولنج سيستم الكولنج سيستم ده بيحافظ على أبعاد الليزر فلما يحافظ على أبعاد الليزر دايود اللي هو متصنع من السيمي كوندكتور ايه اللي هيحصل؟ هنحصل على Line With Line With اللي هو برضو هو البندويتس Line With Sharp مبقاش فيه عندي حاجة اسمها ايه؟ الشرب الشرب معناه ان انا بأخيد عن ال Frequency يعني بطلع زي كده بشفد او شفد زي كده فمنفعش يحصل عندي ايه؟ يحصل عندي الشرب اللي هو البرودنس بتاع البندويتس عن الايه؟ عن ال Central Frequency يعني عندي Central Frequency هنا كل لما أبعد عن ال Central Frequency معناه ان يحصل ايه؟ يحصل شرب عندي ويحصل ان violation او حيود حيود عن ال Frequency الاساسية اللي انا شغال عليها طبعا ده ما ينفعش عندنا في مجالنا لانه كل Frequency لازم بتبقى شايلة Data مختلفة عن ال Frequency التانية فدي صفتين او هتاني صفتين اساسية تاني في ال Laser Diode بالاضافة لصفات اخرى انه تعامل مع Frequency عالية او Data Red عالية يعني هنعرف دلوقتي ان في عندي حاجة اسمها Direct Medulation ال Direct Medulation زي ما حضرتك كده بتجيب الليد العادي وتبدأ هنا تحط مفتاح ON OFF وتبدأ انت تسويتش تخليه مرة ON ومرة OFF فيبدأ ده يضفي وينور فالنوع ده من ارض الانواع لان في حاجة اسمها Residuals هنا ان Residuals دي بتخليني مقدرش اكنترول ال ON OFF بدقة فممكن يحصل ايه؟ يحصل ان انا مقدرش ازود عن سرعة معينة او ريت معين او ترانسميت ريت معين يعني مثلا النوع ده في الغالب يستخدم في 2.5G وانا مقدرش نقل عن 2.5G فما مقدرش نقل عن 2.5G ليه؟ لان هو معدل استعادة ال Electron Halls هنا ده ليه سرعة معينة يعني مقدرش انا اعملها تشارجينج وحرك جواهة current وبعد كده اعملها تشارج مرة تانية لا فيه Time معين ال Time ده مهم لل Restoration فانا مقدرش ازود السرعة بتاعتي عن حد معين وده كان ابسط الانواع التي تستخدم وده كان اسواقهم في ال Dispiration Tolerance نسميها DT عشان ايه ممكن نكررها كتير وفي الغالب هذا النوع يستخدم في المسافات مسافات اقل من 100 كيلو متر وده نقطة مهمة جدا ان في المسافات الكبيرة هحتاج نوع ليزر زي ما قلنا قوي نوع ليزر stable نوع ليزر بيديني data rates عالية مع انه قادر يتغلب على ال Dispiration الموجود على Link Fiber وده نقطة تانية مهمة جدا النوع الاخر اللي هو بيسمى ال Electro Absorption EA External Modulator يعني هنا كان الاول انا بعمل ايه بحط هنا طيار كهراء ببطارية والبطارية ديت بعملها On Off فبعمل Modulation بقطع الضوء ده زي كده فبعمل Balces من الضوء البلسز ديت ماشى داخل Fiber ولكن لقيوا انه هي سرعته بطيئة وال Dispiration Tolerance بتاعه لا يتعدى او 4000 تقريبا النوع ده Dispiration Tolerance بتاعه من 7200 الى 12800 يعني يقدر يعمل اسبان بمسافات اكبر من الثاني تقريبا يعني ممكن يبقى ضعفين او 3 اضعف اه وبدون ما نحتاج Dispiration Compensation Module او Dispiration Compensation Fiber ويقدر يعمل اسبان ل600 كيلو متر وقلنا الريت بتاعه هيكون برضه في حدود 2.5 جي او 2.5 جيجابيت برسجل فكرته ان انا بدلا من انا ادي ليزر طيار متقط يبدأ الالكترونز هولز هنا تتكون وترجع تعمله Restoration وبعد كده تعمل Dispiration او يحصلها Deplation مرة تانية وترجع تتعامل الالكترون هولز مرة تانية وهكذا ده بياخد Time فلعنا هتدي له DC Current والDC Current هيعمل اللي يعمل لليزر مستمر ضوء مستمر هنا وهنا احضت مادة المادة دي لما طبق عليها جهد تبدأ تبقى معتمة او العكس ان هي معتمة في الوضع الطبيعي ولما طبق عليها جهد تبدأ تمرر الضوء والحاجات دي بتستخدم في الاساس الطريقة دي في الشاشات بتاعة الموبايلات لو تلاحظ ان شاشة الموبايل معتمد على نظام Polarization فشاشة الموبايل زي كده فيها في الغالب اللي انا بتكلمش عن AMOLED دي يعني بتكلم عن نوع العادي الهولباك لايت فالضوء ده ماشي زي كده وانا لو جيت على الجزئية دي وصلت عليها طيار كهرابي هتبدأ تعديل ضوء فانا شوف ان هنا ايه فيه اضاءة معينة بلون معين حسب البيكسل اللي مختون لكن لو انا طفيت الاشارة الكهربية عنها هتبدأ تبقى معتمة مرة تانية الطريقة دية اسرع Dispiration Tolerance افضل فاذا تقدر تمشي مسافات افضل او مش اسرع هي بتدي سيجنال شارب اقدر او السيجنال بتطلع بشكل منتظم اكتر من النوع السابق النوع السابق مش هطلع شارب سكوير ويف لا هطلع حاجة كده يعني يعني ما اقدرش يعملها شارب مرة 100% زي مقولنا لان فيه عندنا electron holes exchange يعني فيه فيه تأخر نتيجة التفاعل الالكترون هولز مع بعضها وان هي تسيب بعضها مرة تانية ده بياخد تايم معين التايم دوت لازم يوضع في الحسبان فانا مش هقدر ازبط الطولة لصب دقة في حالة وجود نوع العادي الليزر العادي اللي هو ال direct drive ولذلك الشارب افضل من الشارب الموجود في ال direct drive بمعنى ان الفريكونسي هنا مور ستيبل فالفريكونسي المور ستيبل هتديني دسبيرشان طوليرانس افضل من التاني فقدر امشي مسافات اكبر من التاني بدون الاحتياج للدسبيرشان كومبانسيشن موديولس النوع الثالث اللي هنتكلم فيه النهاردة الماك في ناس بتسميه ماخ زندر او ماك زندر انترفيروميتر هو الاسم الاساسي بتاعه انتر لو انتم في انترفيروميتر النوع ده مشهور جدا في الانترفيروميتر وده بيعتمد على التداخل البناء والتداخل الهدام كونستراكتيف انترفيرنس ودستراكتيف انترفيرنس والنوع ده بيتعمل بيه للعلم الاوبتيكال لوجيك الاوبتيكال لوجيك للي حابب يقرأ عن الموضوع بيتعمل بيه الاوبتيكال لوجيك بيتعمل مديوليشن للسيجنال بتاعتي فلما يتطبق مجال كهرابي لو نفتكر كان فيه حاجة اسمها كير افكت كير افكت ان المجال الكهرابي او الضوء نفسه وده اللي حصل في السيل في فيز مديوليشن وكروس فيز مديوليشن كير افكت بيبدأ يظهر يعني كير افكت يعني معامل انكسار المادة بيتغير عند تعرضها لضوء عند تعرضها لمجال كهرابي هي مادة بيتغير المعامل انكسار الرفريكشن اندكس مع تطبيق المجال الكهرابي فانا طبقت المجال الكهرابي الخارجي من هنا بدأ المجال الكهرابي يؤثر على معامل الكسار فاذا خلى فرق في السرعة فرق في السرعة طيب لو انا عايز السيجنال بتاعتي ما تطلعش هنا تكون زيرو هطبق هنا فرق بحيث يخلي الفيز شفت 180 دي كريز يعني يخلي الفرق 180 درجة 180 درجة هعمله ديستراكتف انترفيرانس فانا هبقى هنا في زيرو لو انا عايز السيجنال تبقى بيك هنا ايه ما عاملش اي حاجة فيحصل كونستراكتف انترفيرانس هنا فتبدأ السيجنال تبقى down up down وهكذا ممكن دا يلقى 0 ممكن دا يلقى الوان مش مشكلة حسب نوع الكودنج اللي انا باستخدامه النقطه افضل طبعا وتقريبا شيرب هنا تقريبا 0 مفيش شيرب عندي ويقدر يمشي مسافات كبيرة ويقدر يتعامل مع سرعات اكتر من 2.5 جي اه هو طبعا لا يستخدم بكثرة ولكن هو افضل من الانواع السابقة فيه طبعا بعد كده اللي هو الكوهراند ملتي بلكسر هنا مقارنة سريعة في الانواع من حيث الديريكت موديوليتور الالكترو ابزوربشن موديوليتور والماك زيندر موديوليتور لو نلاحظ هنا 12200 فيه الكوهراند الكوهراند بيبقى من 40000 وبعض الانواع 80000 وهنتكلم عن الكوهراند باستفادة النوع الرابع من السورس الاوبتيكال سورس ده بقى النوع اللي له الاهمية الكبرى الان وهو الدوميناند في الـ DWDM سيستم حاليا وهو اللي بيقدر يتعامل مع داتاريتس ابتداء من الفورتي جيج الفورتي جيج كان فيه تراداشنال تراداشنال يعني بيستخدم ماك زيندر ام زي انترفيروميتر لكن هنا بقى فيه 40 كوهراند معتمد على الكوهراند سيستم ولم يستمر كثيرا وانتقلنا مباشرة الى الـ 100G كوهراند سيستم كوهراند سيستم بنعني كوهراند سورس مع كوهراند ريسيفر هنعرف يعني الاثنين دلوقتي وبكل سهولة هتلاحظوا او هتلاحوا الموضوع سهل جدا وفيه عندنا اللامضة الواحدة بتكون شايلة 200 جيج واللمضة الواحدة بتكون شايلة 400 واللمضة تشيلة 800 وفيه حاجات واحد واثنين تحت الـ investiment وواحد وستة وهكذا احنا ماشيين في اتجاه التطور بحيث اللامضة هتبقى شايلة بالتيرابيت برساكن مش شايلة بالجيجابيت برساكند طب ايه كانت الكوهراند ويعني كوهراند سيستم الضوء بتاعنا عبارة عن فريكوانسي فريكوانسي عادية جدا بهذا الشكل يعني معناها ان هي تعتبر زيها زي الماكرويف مفيش فرق بينها وبين الماكرويف هي الكترو ماجناتك ويف زي الماكرويف بالضبط لا يوجد اي فرق طب فكروا وقالوا طب لحنا ما نعملش موديوليشن ليها بدل ما احنا بنعمل اون اوف عمال افصل واطفي افصل واطفي في الضوء وهنا فيش وقت فريكوانسي اكني بعمل ايه امبليتود شيفت كايينج فبدل ما اعمل امبليتود شيفت كايينج ويظهر عندي الشيرب هنا والشيرب هنا ويظهر عندي مشاكل الديسبيرشن والتولرانس القليلة طب ما اعمل سيستم الديسبيرشن تولرانس تتراوح فيه من اربعين الف الى تمانين الف بيكو ساكن نانوميتر لكل كيلوميتر ليه ما نعملش حاجة زي كده وليه ما نعملش سيستم يقدر يجينريت داتا بـ 100G مثلا وليه نعتمد على سيستم شغال اون اوف ما نعمل موديوليشن دايريكت هنا واغير فقط هي السيجنال ماشى زي كده اغير الفيز اغير الفيز او اغير الفيز مع الامبليتود ولكن ما احنا نكلمش هنا في اون اوف لا اذا نبقى عن فيز موديوليشن مع امبليتود موديوليشن اللي هو بيسمى الـ معناه استخدم الـ موديوليشن موديوليشن يعني يقدر يستخدم كام زي اللي احنا دارسنا في الاتصالات يعني يقدر يستخدم الفيز شيفت كينج ويقدر يستخدم فور كوام ويقدر يستخدم الـ 8PSK او الفيز شيفت كينج ويقدر يستخدم الـ 16 كوام ويقدر يستخدم الـ 64 كوام وسوق حسب الشانون اكويشن يقدر يحدد الـ المطلوب لكل موديوليشن سكيم ويقدر يمشي ديستانس قد دي ليحصل ويقدر يتغلب ويحصل على الداتا كاملة عند الريسيفر ونتيجة الاستخدام هذا المعدل الكبير من الداتا ولضمان وصول البيانات بشكل صحيح كان ولابد من استخدام أنظمة تصحيح عالية القدرة وعندنا نحن نظام تصحيح للأخطاء عالي القدرة بيسمى الفيك أو الـ Forward Error Correction والـ Forward Error Correction ده بيعتمد على جينيريتور زي عبارة عن Registals ووصلها مع XOR بديلها مثلاً One Bit ويطلع ثلاثة أو ديها One Bit يطلع اتنين عن طريق جسمها Convolutional Encoder Convolutional Encoder وفي تربي دوكودر أقدر أعمل دوكودينج للسيستم ولكن تم اقترح أنواع جديدة منها الـ Soft FECM والـ Soft Decision FEC2 الأنظمة دي بتديني زي ما تكلمنا المرة اللي فاتت Coding Gain ويكأن أنا جبت Amplifier وكبرت بـ 11 دبي لكني جبت Amplifier وكبرت بـ 10 دبي فأنا زود الـ Span بدون محتاج لـ Amplifiers وللعلم مفيش Amplifier بيعمل Gain بدون Noise حتى الـ Raman لـ Low Noise Figure ولكن ما زال بيعطي جزء من الـ Noise بتقلل الـ OSNR عندي طب نتكلم في الـ Current Source الـ Current Source اللي اقترحوه قالوا الضوء عندنا في الأساس Polarized يعني فيه جزء Vertical وجزء Horizontal هو مش كده بالظبط هو الضوء فيه أجزاء كتيرة زي كده ولكن لو حللنا الـ Components هيبقى عندي Component حول نغير اللون هيكون عندي Component Vertical و Component Horizontal وبتنتشر على مستوى في مستوى متعامد على الـ Components دي لازم نفرق بين حاجتين إن أنا ما اتكلم عن الـ Component Vertical ليعني الـ Electrical Field يعني الـ Vertical ده ليه Magnetic Field Horizontal وده الـ Electrical Field فالـ Electrical Field دوت ليه برضو Magnetic Field Vertical فإحنا هنا بنتكلم عن الـ Electrical Field فقط مش هو الـ Component بنقول إنه هو جزء Electrical جزء Magnetic Field وبينتشر لا فنتكلم إنه الضوء نفسه الـ Electrical Field بتاعه متكرر ومتنوع ماشي معايا زي الساعة كده في كل الاتجاهات لو حللته الـ 2 Component بقى فيه Component Vertical Component Horizontal أقدر أفصله هنا بـ Polarizer زي عارفين أنتو النظارة اللي هي البولاريز زي كده بالظبط النظارة ديت بتشيل نص الضوء بتشيل 50% من الضوء بتشيل الـ Vertical أو الـ Horizontal أنا هفصل الـ Vertical عن الـ Horizontal تمام؟ وأمسك كل واحد لوحده وأعمل الـ Modulation طب ما كان ممكن نمسك الضوء كل مرة واحدة لا ما أنا عندي زي ما قلنا قبل كده فيه Limitation للـ Source إن أنا مش قادر أعدي الـ 28.5 أو الـ 30 جيجابيت كـ Data Rate كـ Electrical Signal أنا عندي Electrical Limitation Electronic Limitation ما قدرش أزيد في التردد عن حد معين ولذلك أنا قسمت السيجنال لـ 2 عشان أمسك كل واحدة أعمل الـ Modulation بدأت مختلفة عن التاني هل ده بيستخدم في الـ Microwave؟ أه بالفعل بيستخدم في الـ Microwave وبتعامل Polarized Modulation وبفي الـ Receiver بعمل إيه؟ بيبقى فيه عندي حاجة اسمها الـ X-Pic أو Cross Phase أو Cross Polarized Interference Cancellation تمام؟ فأنا بأخد الجزء الـ Vertical وأخد جزء الـ Horizontal طب هل ده موجود برضو عندنا في البيت؟ موجود في كل بيت عندي الـ Satellite الـ Receiver الخاص بيه اللي هو الـ Dish طب الـ Dish اللي عندنا القطعة الـ LNB فيها اتنين أنتنة أنتنة صغيرة كده للـ Vertical وأنتنة صغيرة كده للـ Horizontal وطلع على لو Down Converter أو Down Converter Frequency Down Converter Component بتبدأ تاخد الفريقونس العالية تحاولها لـ Frequency والعيلة والماشية على جهة أكسل كابل لغاية الـ Receiver عندك الداخلي الـ STP تمام؟ الـ STP يروح مخاولها لإيه؟ يعمل لها Decoding أو Demodulation ويبدأ يعرض لك القناة اللي انت عايزة فالأسلوب هو نفسه وسلوب الـ Microwave ونفسه وسلوب الـ Wireless بالضبط خدت كل سيجنال لوحدها أبدأ أعمل بقى هاي؟ أعمل Medulation لها باستخدام الكوام في الغالب يستخدم الكوام الفور كوام ده اللي كان يشتغل على 100 والـ 16 كوام اللي اشتغل على ريتس تانية زي 200 وفي أنظمة استخدمة 64 كوام ولازم نلاحظ أنه بيقسم برضو البندويتس الواحد الأكثر من سلايس ويبدأ يعمل لها Medulation بشكل مختلف وبدأ يستخدم حاجة اسمها فليكس جريد زي ما قلنا أن كل ساب بند عبارة عن كام 6.25 جيج هيرتس 6.25 جيج هيرتس بيحطهم جنب بعض الغات ما يكون مثلا 26.5 وهكذا يعني يقدر يقدر يجمع سلايس جنب بعضها بحيث ياخد البندويتس المعادل أو الذي يمكن نقل data rate معين عليه حسب data rate دوت وحسب Shannon Equation لأن هناك relation بين symbol rate وبين data rate اللي ماشي لكل symbol وبين frequency فأنا لازم أبقى عارف أنا عندي كل symbol شايل كام بت وكل وان هيرتس شايل كام symbol ده ال rate عندي لما نقدر عشان أقدر أعرف ال rate اللي ماشي على البند على على التشانل بتاعتي بدقة في الريسيفر هو ليه كهر انتباه في الريسيفر لازم الريسيفر يكون متزامن متزامن مع الترانسيمتر فلازم الريسيفر يكون ايه متزامن انت لو لاحظت في اي ديجتال سيستم أو اي ديميجوريشن سيستم في حاجة اسمها phase locked loop في الريديوز اللي هي خاصة بالFM والحاجات اللي محتاجة ان انا async السيجنل او async ريسيفر مع الترانسيمتر انه يتراك الفريكوانسي بتاعت الترانسيمتر فيبدأ يعمل detection متزامن مع الترانسيميشن اللي حصل هنا يعني بمعنى لو حصل نشيل بس الحاجة ديه هو عارف ان فيه phase shift حصل هنا عشان يقدر يديميجوريشن ديه بالظبط وبدقة لازم يبقى في نفس اللحظة او مش في نفس اللحظة اي كده الديلي محسوب ولكن في نفس التوقيت المفروض يعمل ديميجوريشن ديه عشان يرص الone والزيرو زورة بعض بدقة ما تكونش فيه shift كده او shift كده ولذلك في الوارلس مثلا المالتي باث ديلي سبريد اللي هو تقريبا بيعادل الديسبرشن هنا مالتي باث ديلي سبريد بيؤثر جدا ليه لانه هيعمل ايه هيعمل تداخل مش هقدر اعمل distinguish اعرف البده بالظبط هو ده ولا اللي قبله ولا اللي بعده او ممكن يتدخلوا مع بعض ويعملوا feeding او تدخل الهدان والاشارة عندي تروح بعد ما يعمل هنا detection ليها طبعا هيعمل detection لمين هيعمل detection لل vertical component الوحده والhorizontal component الوحده ولذلك لازم فيه polarizer هنا اوما signal تخش يبدأ يفصل vertical عن horizontal وهنا ويعمل modulation للVertical والhorizontal لو لاحظته هنا في ايه الماك زندر انترفيروميتر فيه هنا انترفيروميتر وهنا انترفيروميتر اللي احنا قلنا عليه قبل كده ان انا ممكن اعمل بيه جيج traditional لكن ال4 جيج لم يستمر كثيرا لان كان فيه limitation في السيركيوترز وبعض الشركات زي ما قلنا ما ادرتش اصلا تعدي الـ 220A.5 يعني لمعلي عن كده بدأ يحصل مع مشاكل فرح متجنب بال40 جيجا ديت خالص بدأ يبتدي بال40 جيج اه اه اربعين جيج coherent وكمل بقى بعد كده اللي خلينا اعمل الـ 40 جيج طب نعمل من عندي الكوام اقدر على فيه زي ما نعايز او في limitations لكن ممكن احسن واضيف فك واضيف فك انواع كتيرة من فك تحسن لي الجين بدون ما يبقى في عندي ايه errors عالية واقدر اتغلب على ال errors الموجودة على هذا المصار او مصار الفايبر نقدر نمشي مسافات كبيرة في الغالب في الانظمة ديت لا يستخدم فيها ال DCM في جميع الشبكات الا لا فيه حالات خاصة والتي يوجد بها حاجة اسمها الروب او الريموت اوبتيكال بامب نتيجة تهشم او نتيجة ان الOSNR بيبقى قليل شوية فممكن اي dispersion بسيط يؤثر على هذا الOSNR ولذلك هو احيانا يستخدم القليل من ال دي سي او علشان يقل الافكت بتاع الOSNR القليل في الريبيترلس او الليزر اللي ماشي على مسافات كبيرة بدون ريبيتر او انترميدستيج او الOSNR اعتقد كافي اليوم وطولت عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي المرة القادمة ان شاء الله تعالى سلام عليكم